السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في حلقة جديدة ومعاكم تامر النهاردة نزل تحديث جديد في ستوديو اليوتيوب عن أداة جديدة بتخفي الوجه بشكل تلقائي في الفيديو بتاعنا وكمان تقدر تخفي جزء معين في الفيديو بتاعنا بكل سهولة كل اللي عليك أن أنت هتروح لقسم الفيديوهات من هنا تضغط على قسم الفيديوهات وهتبتدي تختار أي فيديو من اللي موجودين عندك سواء أنت كنت ظاهر بوشك أو حتى عاوز تخفي جزء من الفيديو اللي أنت عامله هتيجي هنا في الفيديو وليكن الفيديو ده وهتضغط على علامة الألم هتيجي هنا في محرر الفيديو من الجانب هتضغط على أداة التعديل وهيجيب معانا الفيديو بتاعنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده طبعا الأداة الجديدة اللي ضفوها هنا هي أداة تعتيم أجزاء من الفيديو اللي هي هنا دي لو ضغطنا عليها كده هيقولك تعتيم الوجه ولا تعتيم مخصص طبعا أنت لو اخترت تعتيم الوجه هيبتدي يبحث عن الوجه بتاعك في الفيديو كله وحيعزله وخلينا نشوف كده هيعزل الوجه بتاعنا ازاي هنضغط على تعتيم الوجه طبعا هنا جاب لنا الوجه بتاع رؤية للمعلوميات تقريبا أنا في شبه منه فسلامي للأستاذ سامي طبعا أنا أختار الوجه بتاعي من هنا تمام؟ وبعد كده أقول له تطبيق وزي ما انتوا شايفين هو هنا عمل عزل لي الوجه بتاعي بشكل تلقائي لو جيت أعمل بلاي زي ما انتوا شايفين كده الوجه بتاعي مهما اتحركت في الفيديو هيبتدي يتحرك معايا الإخفاء فدي حاجة رائعة جدا وكنا بنتعب جدا في الفيديوهات بتاعتنا أو الناس اللي بتحاول تخفي وجه في أدوب بريمير كان علشان الموضوع ده يتم في الفيديو كان بياخد وقته مجهود رهيب جدا فأنا شايف أن دي إضافة جميلة جدا زي ما انتوا شايفين وهنشوف الفيديو في لحظة ما أنا بنقل صورة الفيديو لصورة مسغرة على الجانب شايفين يا جماعة بدأت تروح بشكل تلقائي على الوجه فدي حاجة يعني في منتهى الزكاء وأكيد هي تحت التطوير وهيتم تطوير الموضوع ده أكتر من كده فدي حاجة ممتازة جدا طبعا أنت بعد ما بتعمل الخطوة دي لازم تضغط على كلمة حفظ ولكن أنا مش هعمل حفظ لأن أنا مش عاوز أخفي الوجه بتاعي بعد كده هقول له تراجع وبعد كده أنا عاوز مثلا أخفي جزء معين في الفيديو بتاعي فأنا مثلا هضغط على كلمة تعتيم أجزاء من الفيديو وبعد كده أختار تعتيم مخصص وبعد كده بيجيب لي هنا أشكال من أدوات التعتيم شكل مستطيل وشكل بيضاوي وتتبع العنصر تتبع العنصر ده بحيث أن العنصر لو أنا اخترت جزء معين من العنصر ده يبقى هيتتبع العنصر ده زي ما تتبع الوجه بالزبط وبعد كده تثبيت موضع التعتيم طبعا لو أنت عاوز تثبت التعتيم بتاعك ده على طول الفيديو ولكن إحنا مثلا هنختار شكل مستطيل تمام وأنا حابب أن أعمل تعتيم وليكن في الجزئية دي وابتدي أسحب ممكن أطول من هنا تمام فهو كده قدر يعتم لي جزء معين من الكلام بتاعي تمام وممكن أخليه بشكل بيضاوي وممكن أعمل تتبع العنصر ده وممكن تثبيت التعتيم في الفيديو كله في الجزئية دي من تحت هنا يعني تتبع العنصر من هنا تمام سلوك التعتيم بقولك تتبع العنصر أو تثبيت موضع التعتيم تثبيت موضع التعتيم طول ما أنا ماشي في الفيديو الجزئية دي هتفضل موجودة ولكن تتبع العنصر هيفضل التأثير ده يتتبع العنصر ده لو هو موجود في الفيديو بتاعنا طبعا أنت بعد ما بتختار الجزء اللي أنت عاوز تخفيه في الفيديو بتضغط على كلمة تعتيم طبعا أنا هقول له تراجع لأن أنا مش عاوز أخفي أي أجزاء من الفيديو بتاعي ودي كانت أهم أداة تم إضافتها في استوديو اليوتيوب بعد التحديثات ترجمة نانسي قنقر